لا قبول بنتائج المشاورات ما لم يكن قحطان طليقاً وبكامل حريته يقول الوفد الحكومي المكلف بالتشاور مع الحوثيين حول ملف الأسرى تعليقاً على موعد انطلاق المفاوضات الثانية في العاصمة الأردنية عمان هذا الموقف الحكومي جاء على لسان رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالتفاوض في ملف الأسرى مع جماعة الحوثي هادي هيج الذي أكد أن جماعة الحوثي بلغت في تعنتها فيما يخص السياسي قحطان مبلغاً فاق التوقعات ولم تسمح لأسرته بزيارته وهو المخفي قسراً في سجونها منذ ثمان سنوات تصريحات الهيج سبقت بأخرى لرئيس الوفد الحكومي يحيى كزمان الذي أشار إلى استئناف جولة مشاورات الأسرى في العاصمة عمان بالتنسيق مع مكتب مبعوث الأمين العام لدى اليمن رئيس الوفد الحكومي قال إن الكشف عن مصير جميع المخفيين في سجون الحوثي وعلى رأسهم السياسي قحطان عنوان يتصدر اهتمام الوفد الحكومي في جولة المشاورات الثانية انتلاق الجولة الثانية بالمشاورات الأسرى جاء عقب نجاح أكبر عمليات التبادل بين الحكومة وجماعة الحوثي شملت شخصيات بينهم قيادات عسكرية يتقدمهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي وعدد من الصحفيين والمخفيين في سجون جماعة الحوثي اليوم وبعد مرور شهرين على نجاح صفقة التبادل الأولى يعود ملف الأسرى إلى واجهة المشهد وسط تعقيدات كبيرة فهل تكشف المرحلة المقبلة عن واقع المخفيين قسرا ونرى فيها قحطان ورفاقة خارج أسوار الحوثيين